النهاردة الوقت عشان تدخل تاخد الهدية بتاع رمضان ايوه السواب والعيد خنال هتاخدها في ايه والله انا بصوه من رمضان هتاخدها في ايه في عد ما اقدر هتاخدها في ايه يعني هاخدها لازم تعد حاجة تاخد فيها الهدية ايه الحاجة دي بقى ايه خلبي بقى تعدوا ايه لازم تعد قلبك فلوحتم تروح مند وقت منفضوا قبل ما تنفق تجيبوا الناس يغواء الشؤة ويغسله يسمعني بس يا سيد محمد ما قلت لكش ما تعملش كده انا ما قلتش ما تعملش بس لها اولوية يا رقم اتنين يا سيدي نظف بيتك زي ما انت عايز وفريشه زي ما انت عايز لكن ما بقاش تنظيف بيتك اهم من تنظيف قلبك ما تبقاش تدخل على الناس بسياب بيضاء وربنا ودخل عربنا بقلب متسخ مش هتدخل ابدا رمضان يعمل اللي انت عايزه ان ما كنت اشجاهز قلبك من هذا تفراغه فلق جزء منه على قدر ما تفرغه من قلبك على قدر ما تستفيد من رمضان فان دخلت قلبنا مليان يا سيد محمد مليان شنط ومليان كياس ومليان مشاكل جزء الولاد وجزء للشغل وجزء للناس وجزء للسياسة وجزء للشعار في ايه لازم افلق جزء منه اندو وقتي ما فلقتوش قلبي مليان قلوبنا مليانة اصلا تبا دكتور يعني معلش ترامك اننا على القلوب بقى والوقت بيعدي مننا اتعملت هديدني بالوقت من الصباح لا ما والله يبقى عدي والله والله يبقى حلقة حلوة جدا بس انا اسأل حدك سؤال انا عرف ناس يعني لا تنزعج ارجوك يعني اول ما بيخش رمضان بيبقى عليه نكد يعني بقى منكد نكة للسنين يقولك اوه اوه ده رمضان 11 يوم يا سنة سوخة 11 يوم ده قرى بقى ليه كده وبعدين حتى هو داخل رمضان يا نهرابيض لسه عشر تيام فين المشكلة لانه لا يصوم رمضان ايمانا واحتسابا والله بيصوم ايمان واحتسابا لا بس ما ليش ما تحلفش لا حسن نخليك تدفع كفارة بحلقة جاية والناس يدقوا عليك لا بلاش لا يعني ايمان واحتسابا دي بيصوم تحلف بله هو بيصوم هو بيصوم صح لكن ايمانا ثقة في الله وتسليما ومحبة واحتسابا للاجر عارف الاجر ايه فعارف انه صومه ده ما يجيش حاجة اصلا جنب الاجر وعارف انه هو اصلا ده مكسب ضخم جدا ده انقطع عن الاكل والشرب بشهرين ثلاثة اربعة يعني هو يعني ما يستحقش عشر اللي هياخده في السواب فهو عارف قيمتي احتسابا ان يحتسبوا الاجر والمكان عندنا لما تعتق رقبته من النار لما يفوز بجنة عضوها سمتقض لما ربنا يبيض صفحاته ويسطر الله السواد اللي في حياته الكتب اللي في حياته النصب اللي في حياته والغسر اللي في حياته اين اللي قال ان عنده نصب يا دكتور والله العظيم بتكلم عناس لا عنده نصب ولا عنده كتب ولا بتاع بس هو يعني يخلو ديئ ايوه الله يمكن من جنب فاهر يعني نقي انا معرفش بس فس هو رجل واحد زي حالات الاخ اللي قالتنا ايه ده جاب يقول لي انا عندي مشاكل ايه مع زوجتي ومع جلاني ومش عارف ايه قلت له ان قرأت في الاسر يا اخي يا موني ما نزل بلاء إلا بالذنب وما رفع إلا بتوبة فانت توب ربنا عشان ربنا يصلح لك الحال نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة يعني ايه تاني يعني البلاء بينزل عشان فيه زنوب وعشان انت عايز البلاء يقول فاعتو بالربنا تب ازاي ده بيقوله المؤمن مصاب مؤمن مصاب للناس الأدقياء الأخفيها لكن الناس اللي متنيلين بينيلا دول الصحابة الكرام في وزوة أحد لما انهزموا قال الله تعالى عنهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم بالثياب قلتم أن هذا قلوا من عندي أنفسكم ستبقول كده الصحابة الطفل الصغير ماليش هدكتوب برضو الحاجات برضو بتقفز عندي الطفل الصغير لما يعيه ويجيله الشلال ولا بتاعه وده عمل زنب إيه وأنت ألطف فيهم ربه أنا بسأل زنب ها مفي زنب في رفع لدرجة والده والوالدته والأهله يعني اللي عمله والده في رفع درجات فيه ابتلاء ولنبلوانكم بشيء من الخوفي والجوعي ونقص من أموالي والأنفس والثمرات وبشر الصبرين لا ربوا نحكيم يعني بالزنوب زنوب زنوب مع بعض الناس الله تعالى قد يعد لعبده ما كان في جنته العبد مقصر يعني ضعيف فأدفعه الله تعالى ببلاء فأدفع درجته ويغفر زلته ويبايد صفحته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبناء جميعنا وحي صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق إلا سيدة عيشة بعدها أبس التشهر أليس كذلك؟ وماتت زوجاته صلى الله عليه وسلم وجاء صلى الله عليه وسلم وربط على بطنية حجرين صلى الله عليه وسلم كل هذا وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أحسن فالأحسن يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه شدة اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة كان بلاءه على حسب دينه ولا يزال البلاء ينزل بالرجل حتى يمشي على الأرض وليس عليه شاهد بخطيئة إذا أحب الله عبداً ابتلاه الموضوع مش عبثية البلاء مش عبثي لكن في بلاء رفع درجات وفي بلاء بذنوب بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بالصيام عشان يرفع درجتي ويغفر ذريتي وبيض صفحتي ويجعلني في هو اللي أخ ده اللي بيقول لي بيقول لي وما رفع ما نزل بلا إلا بذنوب وما رفع إلا بيته وبقال لي ليش بعمل حاجة ده أنا زي الفل إيه اللي أنا بعمله كده بقول لك كده قلت له أنت ممتاز قال لي آه قلت له طب أنت من يوم ما كلفت كم صلى صليتها في وقتها كم صلى فاتك الأول قال لي لأ في صلابات كتير فاتتني قلت له طب يحسب دورة جام قلت له كم صلى صليتها في غير وقتها قال لي يا ما قلت له حسب دورة جام قلت له كم صلى صليتها في جماعة وفقدت سبب جماعة قال لي يا ما قلت له كم صلى صليتها في جماعة في المسجد ولم تركز فيها قال لي يا ما قلت له ده ما تكلمك في الصلاة بس ما تكلم تكشف في المطعم ولا في المشرب ولا في الكلام ولا في حاجة خالص ده ربنا بيحاسب بما سقيل الضر فلما ربنا يفتح لنا بفر رمضان يغفر لنا وباية الصفحية وإسترنا وما يسأل ناشت وغفرت لكم الآن غفرت لكم ما لقوا بالي أبقى أنا بضيعي فرصة لأنني سبت الدنيا كلها وأعلنت الطوارئ وأعدت لازق كده عشان ربنا يكرمني أنا الفائز ومش أخسر والله والله ما أخسر طيب أرجع للسوق الظن بالله